اشتركوا في القناة الى تاريخ ارشاليم اسس لرصانة البحث والاجتهاد ضمن معطيات الاركولوجيا وما قدمه البحاثة الرصنون اعتقد ان في ابحاثه تحديدا في تاريخ الاديان وكتابه الصعب دين الانسان مرجع لمن يريد الغوص في البدايات لكن في لقائنا هذا سنتناول معه اشكالية اثرت على حياتنا ومنطقتنا المشرقية والعربية وحتى مسيرة الدينية والثقافية واعني التاريخ اليهودي انطلاقا من كتابيه ارام دمشق ارام اسرائيل وتاريخ ارشاليم ها نحن امام وقائع او هل نحن امام وقائع ام اخيوله هذا ما سنجلوه في حوارنا مع الاستاذ فراس سواح شاكرين له حضوره قبل الحوار صورة شخصية له اولد الباحث والمفكر السوري فراس سواح في حمص عام 1941 وفيها درس ونال الشهادة الثانوية وحاز البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دمشق عب 65 استهوته الميثولوجيا وتاريخ الاديان باكرا فكتب في الصحف والمجلات السورية مذو عام 1958 ونشر ابحاته الاولى في الاداب اللبنانية عام 1960 عمل في مركز تطوير الادارة التابع لمنظمات العمل الدولية بدمشق بين عامي 1969 و 1978 و في عامي 76 اصدر كتابه التأسيسي والرصين مغامرة العقل الاولى ثم عمل في شركة نفط بابو ضبي بين عامي 1979 و 1986 و اصدر عام 85 كتابه الشهير لغز عشتار الالوهة المؤنثة و اصل الدين و الاسطورة وتفرغ لدراسة التاريخ والميثولوجيا وتاريخ الأديان بشكل مستقل فصدرت كتبه تباعا كنوز الأعماق قراءة في ملحمة جلجامش الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم دين الإنسان آرام دمشق و إسرائيل الأسطورة والمعنى دراسات في الميثولوجيا و الديانات المشرقية كتاب التاو و إنجيل الحكمة التاوية الرحمن و الشيطان تاريخ رشالين مدخل إلى نصوص الشرق القديم موسوعة تاريخ الأديان في خمسة أجزاء الوجه الآخر للمسيح الإنجيل برواية القرآن طريق إخوان الصفاء الغاز الإنجيل القصص القرآني و متوازياته التوراتي له كتابان قيد التأليف حفريات في التورات و عبادة الأحجار عند الساميين و أصل حجر مكة و مشروع كتابين تاريخ فكرة الله و أحاجي القرآن موسيقى سهم في مؤلفين بالإنجليزية صدره في بريطانيا أولهما أوريشالين بين التورات والتاريخ حرره الباحث الأمريكي بجامعة كوبنهاجن توماس أل تومسون والثاني جداليات تاريخ إسرائيل القديمة وبناء الدولة في فلسطين حرره الباحث الإنجليزي كاث واتل موسيقى أصدر في بكين بالتعاون مع الباحث الدكتور تشاو تشينج كو كتابا باللغة الصينية والعربية عن الحكيم الصيني لاوتسو يعمل حاليا أستاذا في تاريخ أديان الشرق الأوسط بجامعة بكين للدراسات الأجنبية كرمه الحزب الشيوعي السوري والحزب السوري القومي الاجتماعي والجمعية التاريخية السورية و أمانة عمل أهلا بكم أهلا بك أستاذ فرس سواح أهلا بك أستاذ أليم في بيروت بعد عام في الصين سأبدأ معك منذ البدايات منذ تنقيب عالمة الأسار البريطانية كاتلين كينون أواسط ستنات من القرن الماضي طبعا وتأسيسا على قول تومبسون تيل تومبسون بأن المعلومات الأسرية الجديدة باتت تمكن من صياغة تاريخ مستقل لإسرائيل عن البحث التوراتي ما هو هذا التاريخ كيف يستقل عن البحث التوراتي كاتلين كينون نقبت في فلسطين مطولا وفي عدة مواقع لكن تنقيبات كينون هلأ صارت معلوماتها قديمة جدا كينون تتبع الأسلوب القديم في التنقيب الأثري الأسلوب القديم يختار موقع من هذه المواقع وينقب فيه الآن منذ أواخر السبعينات ابتكر علماء الآثار الإسرائيليون أسلوبا جديدا في التنقيب ندعوه أسلوب البحث المسح الميداني والمسح الميداني الذي قام به علماء الآثار الإسرائيليون هو الذي أعطانا المعلومات الجديدة التي قلبت كل البحث في تاريخ إسرائيل القديمة البحث المسح الميداني تمسح الأرض مترا 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 بعد متر بعد متر فريق كامل من البحث بكل الإختصاصات جرى هذا بين أواخر السبعينات وأواخر الثمانينات وخرج علينا هؤلاء المنقبون الإسرائيليون بمجموعة من المعلومات التي جبت ما قبلها على الأطلاق يعني بمعنى لغته الغت الغت ما قبلها مش كله يعني جاءتنا ننظر إلى تاريخ فلسطين ولا سيما تاريخ إسرائيل ويهوذة السامرة ويهوذة من منظر جديد العلماء الأثار الإسرائيليون هم الذين فصلوا بين تاريخ إسرائيل ويهوذة وكتاب التوراة لم نفعل نحن العرب ذلك يعني هذا يعني بطريقة أو بأخر أن الأبحاث التوراتية على وفرتها يعني باتت غير ذات فائدة يعني أين وصل إذن البحث التوراة حاليا التوراة ليس كتابا يعتمد عليه في تاريخ فلسطين وتاريخ إسرائيل ويهوذة وفي تاريخ اليهوذة أيضا يعني الأركيولوجي الإسرائيلي إسرائيل فينكلشتاين أصدر في آخر الثمانية في عام بالضبط عام 1988 كتابه أركيولوجيا المواقع الإسرائيلية لخصات هذه كل ما قام به علماء الأثار الإسرائيليون خلال أكثر من عقد من الزمان وأعطانا معلومات في غاية الأهمية وفي غاية دقة والعلمية وهولئ الباحثون الإسرائيليون هم أبناء المنهج العلمي الغربي يعني لم يتخلوا هناك جيل من علماء الأثار الإسرائيليين القديم مثل إقالة يلون وغيره متأثرين بالتورات الجيل الجديد من علماء الأثار الإسرائيليين يبحث بموضوعية وعلمية وما قدموه لنا أحدث ثورة يعني نحن الآن نعرف مثلا أنه من المستحيل أن تكون مملكة يهوذة موجودة في القرن العشر قبل الميلاد من المستحيل أي قرن صارت لماذا لأن منطقة يهوذة كما كشف لنا علماء الأثار الإسرائيليين نفسهم كانت خالية من السكان وكانت مدينة أرشليم إما مدينة مهجورة غير مسكونة أو كانت أشبهة بالقرية الصغيرة فمن المستحيل أن تنشأ مملكة داود وسليمان في منطقة يهوذة وتمتد إلى منطقة السامرة فيما دعي بالمملكة الموحدة بدون قاعدة سكانية بدون عاصمة يعني إسرائيل فنكنشان في كتابه عنده كتاب آخر اسمه The Bible Unearthed عندما أتى إلى دراسة مسألة المملكة الموحدة مملكة داود وسليمان في القرن العشر انتهى القول أن روحي الرومانتيكية يصعب عليها تقبل ما وجدنا فليسامحني الملك سليمان لأنني لم أعثر عليه هذا كلام إذا كان من إسرائيليين فهو خطير طبعا عندما أتى إلى موضوع مملكة إسرائيل نحن الآن في القرن العشر هناك مملكة موحدة أول ملوكها شاؤل ثم داود ثم سليمان جمعة القبائل الإسرائيلية الأصباط 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 الشمال والجنوب قبائل إسرائيل وقبائل يهود قبائل إسرائيل العشرة وعن يهود وبنيامين في مملكة موحدة عاصمتها أورشلي اتخذ داود من أورشلي معاصمة له ثم ابنه سليمان الذي كان أعظم ملوك الأرض كما تقول التوراة وكان كل ملوك الأرض يلتمسون وجه سليمان ويتون إليه بالهدايا وضع عظم في الملك وبنى والأخري وجاب خشب من الأرض وجاب خشب من الأرض وتزوج ما شهد هم يقولون لنا أنا في كتابي الأول عن طريق فلسطين الحدث الثوراتي والشرط الأدن القديم لم تكن موجود إلى لدينا هذه المعلومات يعني مرجعيتي أنا لفت الكتاب سنة 78 مراجعي كانت من السبعينات نعم آخر شيء كاثلين كينيو وتلك الحقمة لذلك أنا في كتابي للعول عن تاريخ فلسطين لم أمفي وجود هيكل سليمان نعم ولكن فيما بعد لم أمفي وجود هيكل قلت أنه من الممكن أن يكون قد وجد فإذا كان قد ممكن أن يكون قد وجد فإنه في هذا الموقع بالذات لأن الأماكن المقدسة لا تغير مواضعها المكان المقدس يبقى مقدسا بطبقه بتراكم السنين والتاريخ لكن بعد ذلك في كتابي أرام دمشق وإسرائيل وفي كتابي الذي تجوزته أيضا تاريخ من حيث المعلومات الجديدة لأنني كنت أتابع دائما نتائج التنقيب الأثرية والتخارير الأثرية والمجلات المتخصصة والمؤلفان سليمان غير موجود داود غير موجود هيكل أرشاليم هيكل سليمان هيكل سليمان غير موجود هناك فرق سنأتي إليه هناك فرق بين هيكل سليمان هيكل أرشاليم والهيكل الأخي نعم سنأتي إليه ولكن أريد أن أسألك إذن كيف كتب كهنة يهوذة العائدون من السبي البابلي أسفارهم على ماذا اعتمدون يعني هنا نحن يجب أن نميز كما يميز الجميع الآن حتى اليهود الذين يؤلفون الآن في تاريخ اليهود إذا الآن أنت أمسكت كتاب علمي رصياً في التاريخ اليهودي أو في تاريخ فلسطين من الكتب الحديثة أو لدى المنقبين الإسرائيليين هناك تقسيم لدينا الحقبة الأولى يدعونها تاريخ التاريخ الإسرائيلي نعم والحقبة الثانية يدعونها بالتاريخ اليهودي يعني في ذهن الباحثين القدماء وفي ذهن عامة المثقفين أن المملكة الموحدة ومملكة إسرائيل ويهوذة فيما بعد كانت على الدينة اليهودية وأن اليهودية وأن اليهودية موجودة منذ موسى وأن موسى الذي تلقى الشريعة في صحراء سيناء على جبل سيناء هو المؤسس الحقيقي لليهودية لكن ما نعرفه الآن على وجه اليقين هو أن مملكتي إسرائيل يهوذة ومن قبلهما وما قبلهما لم يكن على الدينة اليهودية الديانة اليهودية ديانة تشكلت ديانة حديثة نسبيا وتشكلت خلال القرن الخامس الميلادي إسرائيل مملكة إسرائيل أو السامرة الشمالية انتهت عام 721 مملكة يهوذة انتهت بدمار أورشريم عام 587 حتى ذلك الوقت لم تكن تعرف هذه المناطق الدين اليهودي ولم تكن أسفار التوراة موجودة هل كان الديانة كان عانية مثلا؟ طبعا إسرائيل مملكة السامرة ومملكة يهوذة هما مملكتان سوريتان فلسطينيتان كان عانيتان طب أنا أريد أن تفضل هذا التاريق إسرائيل ويهوذة سرق وجير لحساب التاريخ اليهودي التاريخ اليهودي ابتدأ مع عودة السبيب البابلي من الألالة يعني هؤلاء الكهنة الذين كتبوا هذه الأسفار طبعا مع هذا طب هل هؤلاء مثلا قصصون شعبيون هؤلاء الذين كتبوا هذه الأسفار اعتمدوا على هذه السيارة هل هم قصصون شعبيون شو هي علاقتهم ما هي علاقتهم فعليا بالديانة اليهودية هؤلاء ذهبوا إلى باب الوعاد وثم كتبوا هذه الأسفار هل سابقا في السامرة وفي يهوذة وفي النقب وربما في سيناء أيضا هناك إله معبود اسمه يهوي يعني خارج كتاب التوراة عثرنا على نقوش تذكر الإله يهوي وعثرنا في الجنوب في جنوب يهوذة في منطقة عراد على مقام على المعبد الرئيسي الثاني في يهوذة لإلهين يدعى يهوه بيت يهوه بيت يهوه هناك نقوش بيت يهوه هذه بيت عطول فيه كانعنيات بيت بيت يهوه لا هذا البيت يعني المعبد 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 كانعني ندخل إلى قدس الأخداش في صدر قاعة قدس الأخداش المصيبة النصب الحجري الكنعني الذي كان يضعه الكنعنيون في مقاماتهم الدينية رمزا للألوهة الخافية إذن كل ما لدينا الآن يدل على أن هذه المناطق التي هي بؤرة ما يدعى بتاريخ إسرائيل أو تاريخ اليهودي لم تكن على الديانة التوراتية نعم أنت سميت شكل ومضمون الكتابة التوراتية بأنه نوع من الجمع التوراسي على ما اعتمدت في هذه التسمية الجمع التوراسي يعني نوع من القص الشعبي لعداد تقاليد حضارات أخرى كان الناس يعيشون في هذه المنطقة على ما اعتمدت في هذه التسمية كل كتاب يعتمد كل كتاب مقدس يعتمد هو كتاب تراثي بشكل وشكل وآخر يعتمد على قصص وحكاية متداولة ومعروفة متداولة سابقا سابقا نعم يعني ما قبل هذا الدين وصلت إليه لكن هو يعطيها يعيد تفسير مثلا في القرآن الكريم عنا قصص عربية عن عادو ثمود وقوم صالح والآخره وهؤلاء العرب البائدة وعندنا قصص متداولة لدى المسيحيين ولدى اليهود وردت في كتاب القرآن أيضا لكن وردت بتفسير جديد وبإلقاء ضوء جديد عليها من منظور روحي وديني وإديولوجي مختلفة الكتاب المقدس يعتمد على قصص وحكاية وممورثات الذين جاءوا إلى السبي لم يكنوا كل سكان يهوزة كانوا هم النخبة وفيهم المثقفون والكهنة واللاويون وكتبة وهؤلاء أتوا معهم عندما لكي ينقذوا التركة الثقافية لمملكة يهوزة أخذوا معهم بجموعة من المخطوطات القدرية من هم اليهود إذن؟ هؤلاء عندما ذهبوا إلى باب وشعروا بالغربة هناك وراحوا يتذكرون عظمة أورشاليم لأنه فعلا أورشاليم في القرن السادس أوائل السادس أواخر في القرن السابع كانت عاصمة متروبوليتان كبيرة جدا ومهمة كانت أهم مدينة في فلسطين من أمهات المدن ومن أمهات المدن في سوريا في المنطقة في سوريا يعني شالمنصر الثالث الملك الأشوري حاصرها ولم يقدر على اختحامها فقبل بالجزية وعاد هؤلاء راحوا يتأملون ويتفكرون في ما الذي حل بهم ولماذا فتشكل لديهم بعد ذلك إحساس بأن الإله يهوي تخلى عنهم لأنهم لم يتوجهوا إليه بالعبادة وحده خلال خلال القرن الأخير من حياة أورشاليم ظهرت في في يهوزة حركة بين الإليت تدعو إلى النخبة تدعو إلى عبادة يهوي وحده من دون بقية الأليان يهوي في اليهوزة والثامرة كان الإله الأعلى ولكنه لم يكن الإله الوحيد ولدينا نقوش الآن تثبت بأنه كان متزوجا من الإله الكنعاني عشيرة أي أنه حل محل الإله الكنعاني إيل عشيرة كانت زوجة الإله الكنعاني إيل هذه الحركة عبادته وحده لم تنجح والأنبياء في ذلك الوقت كان عدد من الأنبياء تبنى هذه الدعوة عبادة يهوي وحده لم تنجح هل تسح لي أن نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الكلام الواسع في التاريخ أعزائي اسمحوا لنا أن نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع الأستاذ فرس سواح تظيرونا إذا أردتم أهلا بكم من جديد في أجراس المشرق أستاذ فرس سواح سأعود إلى المحور الهام الذي كنا نتكلم فيه قبل قليل وهو كتبة التوراة من الكهنة ويهوى هل هؤلاء الإليت اللي سميتم النخبة هم من قدموا لنا هذا النموذج الذي هو الآن بين يدينا ابتدأوا به هم تأملوا في سبب خراب يهوزة سبب الكارثة التي حلت فيه فتوصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم لم يكونوا مخلصين للإله وبالتالي بدأوا فعاقبهم فعاقبهم هذه هي عقوبة لأنهم يقولون في سفر إشعية أن الرب قد استخدم نبوه خذ نصر لكي يعاقبهم يريدون أن يعودوا إلى حضيرة يهوى من الجديد وأن يعبدوه وحدهم علّه يخلصهم هذه الفكرة التي تشكلت عندهم وبدأوا يستعيدون أقوال الأنبياء أنا لا أشك بوجود الأنبياء الذين ورد ذكرهم في التوراة ميخا إشعية وبقية سلسلة الأنبياء الذين لهم أسفار في أسفار الأنبياء ولكن تم إعادة تحرير هذه الأسفار الأنبياء أقوال هذه الأنبياء تم إعادة تحريرها وإعادة كتابتها لكي تتلأم مع المنظور الإديولوجي الجديد للكتبة والربانيين الموجودين في بابل الآن بابل انتهت الكلدانية دخل الملك الفارس في قورش إلى بابل سنة 539 وأنهى المملكة البابلية الجديدة المملكة المملكة الكلدانية نعم ورثة نيو بابلية ورثة قورش أملاك المملكة البابلية في كل مكان بما فيها بلاد الشام وفلسطين ونحن لدينا نص مهم لقورش يقول فيه أنه سوف يعيد كل الشعوب التي هجرها هجرها الآشوريون والبابليون إلى مواطنها لأنه لدينا نصوص لدينا حوالي مئة نص تهجير آشوري هناك مئة شعب تم تهجيرها من مناطق إلى مناطق أخرى وتم تغيير الخارطة السكانية لمنطقة بلاد الشام يعني قورش عندما سمح بعودة سبيهوزا سمح بعودة جميع المسبيين فجاءت عودة سبيهوزا في سياق هذه السياسة الفارسية التي تهدف إلى إعادة الشعوب المسبية إلى مناطقها وإعادة إحياء هذه المناطق من جديد لكي تساهم في اقتصاد الامبراطورية عاد هؤلاء إلى أرشالين وكانت مهدمة الهيكل إذن ليس له ليس له وجود بدأوا بإعادة بناء المدينة وإعادة بناء بناء الهيكل الهيكل البني اكتملها سنة 116 وفق معلوماتهم وفق معلومات التوراتية وتابع تابع الكتبة والكهنة والربانيون كتابة تابع كتابة الأسفار التوراتية أعادوا صياغة تاريخ المنطقة القديم وفق منظورهم الإديولوجي الجديد فصار كل ما هو قديم يفهم على ضوء ما هو جديد ما هو جديد هنا نقطة مهمة جدا موجودة في سفر في سفري عزراء وعلى عميان عندما عاد هؤلاء بأفكار جديدة وبمفهوم جديد عن إله جديد الإله الذي جاءوا به اسمه يهوي ولكنه مختلف عن يهوي القديم لا لا هنا في نقطة أريد أن أن نتابعه من بقي في منطقة يهوذة ولم يسبه دعيوا بشعوب الأرض ومختلفين عن القادمين للجدود نعم فالدفع الأولى من العائدين التي عائدت بعد بيان قرس سنة 539 عادوا سنة 538 دفع الأولى وتزاوجوا من أهل يهوذة نفسها أقربائهم تزاوجوا من شعوب الأرض فعندما جاءت الدفعة الثالثة حرم هؤلاء من زوجاتهم وأطفالهم الذين هم من شعوب الأرض شعوب الأرض ليس لهم علاقة بهؤلاء نعم صنعوا قطيعة مع مع سكان من الذين كانوا مقيمين وقطيعة مع التاريخ أيضا صار عندهم تاريخ جديد إثنية جديدة لا تخوم على الأرض وإنما تخوم على الخيول التاريخية التي ابتكروه هنا أريد أن أسألك من هم اليهود إذن؟ اليهود هم العائدين هم العائدون من السبيل البابلي نعم الذين سكنوا مقاطعة اليهودية وفق التنظيم السياسي الفارسي أعيد تنظيم فلسطين وسوريا بكملها فمملكة يهوذة لم تعد قائمة على على أرض يهوذة القديمة وإنما صارت جزء من أرض يهوذة القديمة جزء الشمالي منه جزء جريوي منه ضم إلى مملكة أدوم هنا تشكلت اليهودية عندما أعيد بناء أرشليم وأعيد بناء الهيكل وتكونت أخذت تأخذ شكلها الإديولوجيا الدينية الجديدة سكان مقاطعة أرشليم التي دعيت بالاسم الآرامي خلال العصر الفارسي دعيت يهود 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 كلمة آرامية مأخذة من كلمة يهوذة القديمة فسكان هذه المنطقة الذين انتصوا هذه الإديولوجيا الدينية الجديدة هم اليهود القصة اليهودية التورتية صادرت تاريخ فلسطين وتاريخ إسرائيل ويهودة تاريخ إسرائيل ويهودة تاريخ إسرائيل السامرة موجودة أرشليم موجودة هاتان المملكتان مملكتان كانعانيتان فلسطينيتان وكثير من ملوك هاتين الدولتين وارد في النصوص الأشورية نعم إذن نحن متأكدون من أن قسما كبيرا من الرواية الدورتية موجود فعلا حصل فعلا لكن حصل ليس بالطريقة التي يرونها هم هذا منذ تشكيل مملكة السامرة ما قبل ذلك هو كله أخي الأدبية نعم أستاذ فراس يا سيدي بضمن هذا الشرح الذي شرحته ما معنى إسرائيل إسرائيل حالية ومشروعيتها من دون نص ثوراتي نص ثوراتي صلب أمام حقائق الأركيولوجيا التي تحدثت عنها لا مشروعيتها لا مشروعيتها كما نقول نحن هي مشروع استيطاني هذا القص التوراتي الذي تكلمت عنه رغم كل هذه الأبحاث ما الذي يجعله برأيك صامدا أمام حقائق الأركيولوجيا الحقيقة هو المشكلة أن كل ما يدعى بتاريخ بني إسرائيل تاريخ لا قيمة له يعني هؤلاء الناس سواء كانوا يهوداً أم إسرائيليين أم لا لم ينتجوا ثقافة متميزة هي فلسطين بكاملها أصلاً لم تنتج ثقافة متميزة يعني حتى في عصر البرونز الوسيط عندما قامت مدنية ماري عندما قامت مدنية ألالاخ عندما قامت مدنية قادش عن المدن الكبرى في المنطقة السورية لم تكن المدن الفلسطينية سوى بلدات صغيرة ومعظمها كانت بدون أسوال يعني على رغم أن في فلسطين بأريحة كانت أول مستوطنة زراعية مسورة هذا عندما نتحدث عن العصر الوسيط على البداية أنا أتحدث عن الفترة التي تقصها التوراة لدينا في الشمال في الجليل الجليل لم يكن فلسطينياً ومن بتشكيله الجغرافي والطبوغرافي الجليل من لبنان من فنيقيا من لبنان فلسطين كان عن فنيقيا الساحلية أيصور فلسطين كان عن أيضاً اليهود حتى اليهود الأرشليم عندما عادوا هؤلاء أيضاً كان عنيهم لكن لم يدركوا أنفسهم كان عنيين هل هناك توراة كان عنية؟ لا كلمة توراة كان عنية هو صلاح أعتقد ابتكره أحد الباحثين الغربين ورب إيطاليا ليس كذلك؟ نعم أظن غربيني أو أحد ما يقصد بالتوراة الكنانية يقصد تحديداً أسفار أوقاريت نعم نصوص مدينة أوقاريت هي ليست توراة ولكن هي نصوص؟ نصوص أدبية دينية هو جمعها وأرد أن يطلق عليها تسمية خلينا نقول فرئعة فكتب التوراة الكنانية هي كلها عبارة عن نصوص أوقاريتية أوقاريتية أشكرك أستاذ فراس أعزائي اسمحوا لنا أن نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع الأستاذ فراس سواح تظيرونا أهلاً بكم مجدداً في أجراس المشرق أستاذ فراس سواح سأنطلق إلى هيكل سليمان ولكن من سؤال أنت تكلمت قبل قليل على أن مملكتي داود وسليمان بالخمسمية كانوا يعني بالخمسمية وتسعة وتلتين نصف الأول من الف الأول قبل الميلان إذن يعني عبدر المعطيات البحسية والأركيولوجي شو هو الحكم التاريخي فعلاً على مملكتي داود وسليمان على مملكة داود وسليمان على مملكة داود وسليمان نعم مملكة داود وسليمان صدر بحقها للحكم الإعدام من قبل الإسرائيليين أنفسهم انتهت لا شيء انتهت لا شيء أخيولة أكذوبة أكذوبة طب إذن هيكل سليمان محور حمى البحث الإسرائيلي اليهودي حمى التنقيب ما يقومون به الآن في القدس هل هو حقيقة أم أخيولة أيضاً أنت تقول أن الأماكن الدينية هي الأماكن التي تثبت مهما مر عليها يمكن يصير في شيء فوق هذه الجامع الأموي كان معبد لجوبتر ومن ثم أصبح كنيسة كاتدرائية ليوحنى والآن مسجد المعابد كما تقول أماكن مقدسة تبقى في أماكنها هيكل سليمان ما هو أين أرشليم في الخرن العشر لم تكن موجودة منطقة يهودا كانت خالية من السكان نعم إذن لا عاصمة ولا مملكة بدون سكان ولا ملك بدون مملكة وبالتالي من المستحيل أن يكون قد بني في أرشليم هيكلا بالعظمة التي تصفها يصفها سفر الملوك الأول من المستحيل نويت لكن في سياخ القرن العشر عندما نصل إلى مطلع القرن التاسع بدأت منطقة يهودا تسكان هلأ لماذا كانت منطقة يهودا خالية والسامرة أيضا في بأواسط عصر البرونز الوسيط قرن التاسع 1350-1400 بدأت المنطقة المشرقية في دورة مناخية جديدة عم الجفاف قلت الأمطار المناطق الحساسة للجفاف هجرت مناطق الهضابة الفلسطينية التي تقوم عليها السامرة ويهودا من المناطق الحساسة جدا للجفاف هجرت هجرت تماما عندما عاد المناخ المطري من جديد عام 1200 بدأت هذه المناطق تسكان سكنت مناطق الشمال قبل مناطق الجنوب سكنت منطقة السامرة قبل منطقة يهودا وقامت مملكة السامرة قبل مملكة يهودا وبالتالي القصة التوراتية أن هذه المملكتين نشأتها عن مملكة موحدة قبلهما غير صحيح هناك أكثر من قرن قرن ونصف حتى يفصل نشوء مملكة إسرائيل عن نشوء مملكة الوضا فهتين المملكتين لا علاقة لهما ببعضهم البعض والصلاة الثقافية التي تصل بينهما ليست أكثر من صلاة أي واحد منهما مع أي مدينة في فلسطين أو على الساحل السورة أي مملكة دولة جارة لدولة أخرى لا يجمعهما شيء الهيكل إذن في ذلك القرن العشر لا يمكن أن تكون هناك هيكل لكن أرشاليم منطقة يهودا بدأت تسكن منذ بداية أوخر القرن العشر في سياق القرن التاسع بدأت تسكن هذه المنطقة وبدأت أرشاليم أيضا تتخذ ملامح العاصمة الإقليمية الصغيرة ثم توسعها نحن الآن تقديراتنا من خلال المسح الأثري الميداني الشامل نستطيع أن نقول بكل ثقة أن مملكة يهودا لم تقم قبل أواخر القرن الثامن قبل الميلاد عندها تحولت أرشاليم إلى عاصمة ودخلت بلعبة السياسة الإقليمية والدولية في ذلك الوقت من الممكن من المرجع من الأكيد أن يكون في أرشاليم هيكل وإما ذلك؟ أين هو؟ ولكن ليس الهيكل اليهودي هيكل آخر؟ أنا أدعوه هيكل أرشاليم عاصمة كبيرة يوجد فيها هيكل فالهيكل المدعو هيكل سليمان لم يبنى في القرن العشر بنيه في أواخر القرن الثامن وهو ليس يهوديا؟ أنا قلت لك يهوذة وإسرائيل لم تكن على الديانة اليهودية هو هيكل ليهوي ولكنه لم يكن هيكلا يهوديا اليهودية نشأت في القرن الثامن وفي ذلك الوقت كانت عبادة البعليم منتشرة؟ منتشرة إلى جانب عبادة يهوي وهو وفي أرشاليم نفسها؟ وفي أرشاليم طبعا يعني نحن الآن يعني يقول لنا في السفر الملوك الثاني الملك يوشي عندما قام بإصلاحه الديني طهر هيكل أرشاليم من كل رموز العبادات البعليا ويقول لنا أيضا أن المقامات الدينية التي بناها الملك سليمان لأن الملك سليمان كان على الديانة الكنعانية بشهادة التوراة نفسها كان يعبد البعليا عشتاروت المقامات الدينية التي بناها الملك سليمان خارج أرشاليم أيضا الملك يوشيان بعد ثلاثمائة سنة من عصر الملك سليمان طهرها وصرح كهنتها إذن أين الديانة اليهودية؟ وطهر الهيكل من الأواني التقصية للإله بعلا وللإلهة عشرة إذن هؤلاء كانوا معبودين هل يريدون اختراع هيكل لإثبات حضور يعني؟ أنا الآن أتحدث في التاريخ لا أتحدث أنا الآن سنأتي إزاد من أحدث في السياسات أنا في التاريخ أرشاليم في قرن الثامن قبل الميلاد كعاصمة أقليمية كبيرة يجب أن يكون فيها هيكل فهذا الهيكل موجود ولكنه هو هيكل يهوي هيكل الإله يهوي الكنعاني هذه القدس هذه أرشاليم محور الرواية التوراتية محور الهاجس الإسرائيلي تاريخيا ومعاصرة كيف تصنف إذن في علم الآثار المعاصر هل هي كنعانية هل هي أرامية هل هي يهودية هل هي مزيج لنعرف من ما هو هذا وفق المرحلة التاريخية التي نتحدث عنها لكن دعني أكمل مسئلة الهيكل هذا الهيكل دمر عندما دمرت أرشاليم عام 587 قبل الميلاد عندما تزايدت تزايد تداخل ملوكها في السياسة الدولية وسئم نبو خزنصر من تلاعب الملوك وميلهم إلى مصر التي كانت تعرضهم على نقض عهودهم مع بابل لم يأتي إلى أرشاليم مباشرة جاء دمر أرشاليم في سياق حملة نبو خزنصر الشاملة على مناطق الجنوب السوري وفي طريقه التهم أرشاليم بلقمة واحدة يعني دمتكم بنسبة له الشيء فدمر أرشاليم وتم أحراق وتدمير الهيكل هذا هو الهيكل الأول عندما رجع المسبيون من بابل يقول لنا الكتاب التوراة أنهم أعادوا بناء الهيكل ولكنه لم يكن بعظمات وأبهات الهيكل السبب هذا ممكن أيضا نحن يا سيدي والإسرائيليون نتصارع على خارج السياسة على ماضي الإثنان يريدان كسب الراهن باتجاه المستقبل الإسرائيليون ما يزالوا يبحثون ينقبون يحاولون نحن ماذا نفعل أريد أن أتابع تابع ما كنت أقوله سابقة هيكل القرن الخامس بقي موجودا إلى حكم الملك هيرود الكبير في القرن الأول الميلادي الذي عينه الرومان ملكا على كامل فلسطين وسوريا الجنوبية هذا الهيرود الذي يرقب يقول له هيرود العربي لم يكن يهوديا أسرته تهودت هذا ولاية من الولاية الرومانية لا قبل هو أعين ملك على باستقلال كامل هو خاضع للرومان لكن كان ملكا مستقل حكم على سنة 37 وتوفي سنة أرمى الميلاد تقول الأخبار أن أخبار المؤرخ يوسيفوس نعم يوسيفوس المؤرخ يوسيفوس ومصادر أخرى تقول أنه وسع هيكل أورشاليم إلى الضعف نفس الموضع نفس المكان وسعوا وفعلا صار واحد من أوروبا ما كان الفناء ذلك الذي كان الأكبر فناء لمعبد في منطقة مشريقية والمنطقة الأوروبية كان درة معابد الشرق أين هو؟ عندما ثارت مقاطعة اليهودية على الحكم الروماني جاء القائد الروماني تيتوس ودمر المدينة وأحرق الهيكل بعام 135 ميلادي جاء هدريان بعد أن قام الثورة أخرى وسوى أورشاليم بالتراب وترك ما تبقى من مصطبة الهيكل وبعض الأعمدة وبعض الجدران قائمة وبنى مدينة سمها إليا كابيتورينا وهي المدينة التي سلمت مفاتيحها لخليفة عمر بن الخطاب لذلك المسلمون سموها إليا كان يدعونها إليا المسلمون يدعون المدينة إليا ما تبقى من هيكل هيرود وليس من هيكل أورشاليم وليس من هيكل سليمان لدينا بقايا قليلة ومنها حائط المبكة هو بقية من هيكل هيرود من القرن الأول قبل الميلان عندما جاء المسلمون وبنوا المعباد أكملوا حائط يدعونها المسلمون حائط البراق والبراق عندما الإسراء والمعراج تم قبل بناء المسجد الأقصر أي أن هذا الحائط كان موجودا قبل بناء المسجد الأقصر وإلى الآن في الندوات الدولية عن أورشاليم يبقى بعض الباحثين العراب ولأغراض أدعوه التفكير الرغبي التفكير الرغبي نحن نرغب في شيء ونصدقه يقول لك المسجد الأقصر لم يقم على المعبد اليهودي القديم لا بني على المعبد اليهودي القديم وحائط المبكة هو جزء من هيكل هيرود الكبير من القرن الأول قبل الميلاد إذا أردنا التنافس على التاريخ كما تقول نحن نحارب من أجل بأجل اكتساب التاريخ يجب أن ننطلق من الوقائع لأن ننطلق من التفكير الرغبي من رغباتنا وأهوائنا هذا الهيكل هنا موجود ولكن لا يوجد تحته شيء كاثين كينيون قالت لهم لا تبحثوا يعني هذا الذي يعني هو هذه المصطبة لأنه الهيكل أو المسجد الأقصر يخوم على مرتفع نعم فهيرود جعل له مصطبة لكي يحل مشكلة الظروة والسفوع هذه المصطبة منذ عام 1865 جاءت بعثة أثرية وحفرت خارج السور ونقبت وقالت لنا هذا هذه المصطبة عمارة هيرودية يا أخي هذا نمط العمارة الهيرودية وحائط المبكة نمط العمارة الهيرودية فإذا أردنا نحن أن ندخل في صراع شريف مع اليهود على التاريخ يجب أن ننطلق من وقائع إذا لم ننطلق من الواقع لن ننجح هذا هيكل يهودي أنه هذا المكان كان هيكل عمارة لا المصطبة موجودة بعض الجدران حائط المبكة ما موجود نعم ولكنه هذا الهيكل ليس هيكل أرشاليم القديم وليس هيكل سليمة هذا هيكل مدينة أرشاليم القرن الأول قبل الميلاد هذا هيكل هيرود الكبير هذا آخر ما وصلت إليه الأبحاث هذه مثل ما يقولوا هذه قصة تيكست بوك كيس هذه مسلمة نعم أنا أريد أن أشكرك أستاذ فراس للأسف ذهب الوقت ولدي كثير من الأسئلة أعزائي بين الوقائع والأسطورة بين الرقيمات والسرد الشفهي بين الثابت والمحسوس والمتخيل ربما ضاعت كنوز كثيرة من تاريخ هذه البلاد وتراكمت أخيولات في أدمغتنا أضحت مسلمات حتى بات نزعها يتطلب جهدا كبيرا كان يجب أن يأتي واحد مثل فراس سواح ليكتب بالعربية هذا الحجم من الكتب وبرصانة وتدقيق كي يلمح البعض الضوء تحت المكيال شكرا لأستاذ سواح على قبوله دعوتنا للحوار وهو الجالس وحيدا الآن يدرس في الصين شكرا لزملاء زملاء فريق العمل في أجراص المشرق الذي يتعب معي أسبوعيا وللزملاء في المليدين وسلام عليكم وسلام لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر